المؤتمر الشعبي العام جسد مبدأ التداول السلمي للسلطة ومثال منضلة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ميليشيات الحتيط ضاعف خروقاتها في القديدة مستغلة التغاضي الأممي والصمت الدولي وتجدد المعارك في الضالع والقوات المشتركات تكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة الثالثة هو النص بتوقيت صنعاء وقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة من قناة اليمن اليوم أهلا بكم سبعة وثلاثون عاما منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام ثلاثة عقود منها جلها بناء وتنمية عمت أرجاء الوطن من مدارس وجامعات ومعاهد فنية وتقنية وطرقات وألاف المشاة الصحية والاتصالات والزراعة والموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع وبناء الدولة المدنية تخلد هذا التنظيم الرائد في أنصع كتب التاريخ مهما حاول المرجفون نيلة من إنجازاته في شتى المجالات التي لا ينكرها إلا جاحد موسيقى موسيقى طيلة عقدين منذ تحقيق الوحدة جسد المؤتمر مبدأ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال الاحتكام إلى صندوق الاقتراع ما جعله بمثابة المظلة لكل الأحزاب والرعي للتعددية الحزبية وكذا السياسية موسيقى أسجل شكري وتقديري وعزازي للأخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام بإسم هيئة المؤتمر على الثقة التي منحنا إياها الاتفاق على أمر جابع يلبي تطلعات النخب السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها وتوجهاتها في شمال الوطن كانت دافع وراء تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 82 من القرن الماضي مبادئ الميثاق الوطني التي تسمت بقدر كبير من الوسطية والاعتدال ساهمت في توسيع قاعدة المؤتمر الشعبي وانخراط سواد الأعظم من الشعب في هذا المشروع الوطني حيث شكل المؤتمر واسطة العقد بين مختلف التيارات والقوى بل وذهب إلى أقصى ما يمكن تحقيقه بالانفتاح على الآخر حتى الموجود في الشطر الجنوبي من الوطن وبالفعل تم إيجاد صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف وتنهي عوامل الفرقة والخلاف من خلال قيام المنجز الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر المتمثل بإعادة توحيد اليمن في الثاني والعشرين من مايو عام تسعين على يد رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض وتحققت على أيدي المؤتمر تلك الإنجازات العظيمة والتاريخية وأبرزها وأبرزها وأعظمها هو إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو تسعين ومعه كل القواء السياسية الفاعلة بذلك الوقت لقد كان من الحكمة بمكان قيام الوحدة اليمنية على أساس التعددية الحزبية والسياسية في شطري اليمن حيث جسد ذلك مفهوم الديمقراطية في أبهى صورها ويحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال قيام الأحزاب القديمة أو التي تشكلت بعد إعادة تحقيق الوحدة بتقديم برامجها السياسية من أجل كسب الرأي العام واستمالة المواطنين لاختيار أعضاء الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية قيام نظام سياسي ديمقراطي يعتمد تعددية سياسية وتدول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع تم تطبيقه على أرض الواقع من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية في ثلاث مناسبات أعوام ثلاث وتسعين وسبعة وتسعين من القرن الماضي وألفين وثلاثة وكذل انتخابات الرئاسية في دورتين عامي تسعة وتسعين وألفين وستة وانتخابات المجالس المحلية عامي ألفين وواحد وألفين وستة في إطار التنافس بين الأحزاب والمنظمات السياسية التعددية الحزبية وفقا لدستور الجمهورية اليمنية لم ترق للكثير من الأحزاب التي وجدت نفسها عاجزة أمام المؤتمر الذي أثبت مقدرة كبيرة في إدارة دفة البلاد وحاولت زعزعة المكانة والحضور الطاغي في أوساط الشعب طيلة عقدين من الزمان فسعت جاهدة إلى إزاحته بشتى الوسائل وإن كان الثمن إسقاط النظام واستبداله بفوضى العام ألفين وأحد عشر وما تلاها من أحداث لا يزال الوطن يعاني منها والمواطن يتجرع ويلاتها استهداف المؤتمر ورموزه منذ العام الفين وأحد عشر بتفجير جامع دار الرئاسة وصولا إلى تصفية قياداته التاريخية في أحداث ديسمبر الإجرامية عام الفين وسبعة عشر عكس الجرم الذي اقترفته ميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح شريك فوضى ساحات ليس بحق المؤتمر فحسب بل بحق الوطن الجمهوري ونظامه الديمقراطي فلم يعد هناك تعددية حزبية ولا احتكام إلى صناديق الانتخابات بل ميليشيات سلب ونهب في أجزاء متفرقة من الوطن تكرس سلطتها بقوة سلاح دون أي مشروعية أو تفويض شعبي لتقمع وتنكل وتهجر المختلف معها والدائر في غير فلكها لتعيد عجلة التاريخ إلى حقبة الإماميين الذين خلفوا تريكة ثقيلة من المرض والجهل والفقر وربما أسوأ من ذلك أيضا استطاع المؤتمر الشعبي العام خلال الثلاثة عقود الماضية القضاء على الجهل والتخلف بنسبة وصلت إلى ثمانين بالمئة من خلال بناء مؤسسات تعليمية في أنحاء الجمهورية مرّت مراحل تطوير العملية التعليمية في بلادنا خلال الثلاثة العقود الماضية بخطى ثابتة ظهرت جالية في مخرجات التعليم وعدد المنشآت التعليمية والتخصصات المختلفة تحقيقا لأهداف ثورة السادس والأشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر التي جعلت نشر التعليم وتوسيع رقعته الأمر الذي تحقق في ظل حكم المؤتمر الشعبي العام تظهر تقديرات الأمم المتحدة معدل الإلمان بالقراءة والكتابة بين البالغين في اليمن في عام 2007 بلغ أكثر من ستين في المئة للإناث وثمانية وثمانين في المئة للذكور وبلغ معدل الإلمان بالقراءة والكتابة للسكان عموما من أعمار خمسة عشر فأكثر ثمانين في المئة وحدث تحسن في معدل الإلمان بالقراءة والكتابة من سبعة وثلاثين في المئة في عام ألف وتسعمائة واربعة وتسعين إلى ثمانية وثمانين في المئة في عام 2007 وبالمقارنة في أن البلدان المنخفضة الدخل في المتوسط يبلغ معدل الإلمان بالقراءة والكتابة فيها بين البالغين حوالي ستين في المئة اليوم لدينا أكثر من ثمان جامعة حكومية وأكثر من جامعة أهلية التعليم ليس عشرة أضعاف ولكن مئات الأضعاف الشعب وعي الشعب اليمني في عام ألف واربعة وعيه تزايد عن ما كان عليه في عام ألف وتسعمائة وثنين وستين عن ما كان عليه في عام ألف وتسعمائة وسبعين عن ما كان عليه في عام ألف وتعمائة وثمانين تطور قطاع التعليم والتدريب خلال ثلاثة عقود الماضية في بلادنا من حيث تزايد عدد الطلاب الملتحقين به في مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته لبلغة في عام ألف وثمانية ألف وتسعة أكثر من خمسة ملايين وثلاثمائة ألف طالب وطالبة نخرج من هذا الصرح العلمي علماء ونرحب بثقافتكم ونرحب بآراءكم ونرحب بطموحاتكم لبناء هذا الوطن أما انتشار المؤسسات التعليمية في مختلف محافظات ومدوريات الجمهورية فبلغت أكثر من ستة عشر ألف مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي واربعة وثمانين معهدا فنيا وتقنيا واربع وعشرين جامعة وطنية منها ستة عشر جامعة أهلية أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بقر القربي أهمية تعزيز التواصل بين قيادة المؤتمر لبلورة مشروع وطني لإنقاذ اليمن وفي مقابلة له مع قناة اليمن اليوم قال الدكتور القربي إن المؤتمر يضم في عضويته خيرة رجال اليمن الذين يتمتعون بالقبول والتسامح والانفتاح مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام لا زال بوحدته تنظيمية وأن قيادتهم وحدة وجميع المؤتمرين لا يختلفوا على أن الميثاق الوطني مرجعيتهم جميعا وأن المؤتمر تنظيم سياسي مدني مشيرا إلى أن كل مجموعة من القيادات المؤتمرية تعيش في موطن تتعرض لضغوط في موقعها لكنها لا تمس من مبادئهم وإضا من فكرهم الوطني المنبثق من الميثاق الوطني المؤتمر الشعبي العام أنا أعتبر أنه لا زال بوحدته التنظيمية واحدا موحدا في الداخل والخارج يعني أن هناك طبعا مؤتمرين يعيشون بعضهم في المملكة العربية السعودية بعضهم في داخل اليمن بعضهم في كمهورية مصر بعضهم في دول أخرى لكن هؤلاء لا يختلفوا على قضيتين رئيسية أعتقد الأولى الأولا على قضية الميثاق الوطني أن الميثاق الوطني هو المرجعية لهم جميعا لا يختلفوا أيضا على قضية أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني وأننا يجب أن ننظر إلى قيادته كقيادة موحدة هذا الآن التحدي لأن كل مجموعة من هذه المقامية تعيش في موطن تتعرض لضغوط متيقة موقعها وأنا لا أعتقد أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية داخل المؤتمر يعني أنه انقسامات هذا شيء طبيعي كل الأحزاب تكون فيها تيارات برؤام مختلفة وأشار القربي إلى أن اليمنيين يراهنون على المؤتمر الشعبي العام لتجربته العريقة في الحكم إضافة إلى الفكر المتسامح ونهج الحوار الذي اتبعه في كل المحطات السياسية ناهيك عن أن المؤتمر الشعبي العام لم يمارس الإقصاء على الإطلاق في كافة مؤسسات الدولة فعندما مقارنة موضوعية يعني بدون انحياز ولا شيء تسأل الناس كلهم الآن بيقول لك نريد أن نعود إلى 2011 هذا أقصى ما يتمنونه كانوا يتمنوا بشيء أفضل لكن الآن يقول لك خلينا نعود بس إلى 2011 لأنه على كلنا كنا نعيش في أمن كنا نعيش في تسامح كنا نجد المجال لك يعني نعبر عن رأينا بحرية أين الحرية اليوم ولا يزال المؤتمر الشعبي العام في نظر منتسبي قيادات وقواعد وأنصار هو تنظيم الرائد وحزب الوطن الكبير الذي لا يمارس الإقصاء ويتسع لكل أبناء اليمن مثقه يمني الهوى والهوية كان يوم 24 غسلس 1982 يوم تحول تاريخي حيث نشأ وليد المؤتمر الشعبي العام وقد استطاع أن يؤسس لموضوع التعدي السياسية في اليمن منذ ذلك الحين حيث أعلن اعترافه بجميع التيارات الموجودة في شطر الشمال حينها وتشكل المؤتمر الشعبي العام كما ظل سياسية لكل القوى السياسية وكل القوى السياسية شاركت في صياغة الميثاق الوطني اللي هو يعتبر المرقعية السياسية والفكرية المؤتمر الشعبي العام وكل حزب وقد نفسه ممثل داخل هذه الوثيقة يعتبر المؤتمر الشعبي العام على مرور 37 عاما بتأسيس هذا الحزب القوي والرايع وهذا بماسبة قوية جدا ونقول أيام حكم الزعيم علي عبد الله صالح الشهيد علي عبد الله صالح بهذا كانت دولة قوية آمنة أمن واستقرار وكل ما تعنيه الكلمة يمشي المواطن رافع راسه بأي مكان حول تاريخ اليمن من باراكين الظلم إلى النور عندما كنا نتحدث عن المؤتمر الإعجاز والإنجاز كان الكثير من الناس يقولون بأننا نبالغ أو بأننا نشيد بحزبنا اليوم نحن نحتفل بهذه الذكرى وفي هذا الفرف وفي ظل هذه الوضع وفي ظل هذه القيادات يحق لنا أن نقف فخرا بكل ما حققه المؤتمر تم تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 كان في ذلك اليوم عيد ميلاد وطن للمؤتمر الشعبي العام والذي من خلال هذا الحزب الرائد تم توحيد شطرية اليمن وأيضا إرساء مبادئ الديمقراطية حزب المؤتمر هو سفينة النقاه لما يحدث اليوم في أرض الوطن كما أنه المعول عليه في إخراج اليمن من هذا المأزاق الذي تمر به حزيلا المؤتمر الشعبي العام بكل مكوناته سيظل رقما صعبا وفاعلا على الساحة الوطنية من منطلق المدرسة العفاشية الحكيمة كما أن المؤتمر الشعبي العام سيظل بدوره الريادي والوطني قادرا على مواقهة التحديات والمتغيرات التي تشهد الساحة اليمنية بروح الفريق الواحد وفق رؤيا تلبي متطلبات الشعب اليمني كما أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متماسكا والأكثر حضورا في أوساط القماهير لتلبيط طموحاتهم نحو الغد المشرق بإذن الله دعواتنا بالرحمة والمغفرة للقائد المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وإلى رمز الوفاء عارف عوض الزوكا وبدمائهم الطاهرة ستظل تسري في عروقنا وسيظلون لنا المثل الأعلى في الوطنية وفي معنى التضحية والفداء طبعا الدكرة هي بكرة لليمنيين بشكل عام لأنه المؤتمر الشعبي العام الحاضنة لكل اليمنيين وكل الأحزاب ولا يتأسس على يد الزعيم الراحل علي عبدالله صالح وتكون المرض هذه الدكرة يتفاعل كل الأبناء اليمن وليس المؤتمرين فقط حيث أن المؤتمر هو السباق للتنمية للوحدة اليمنية التي تأسس بيد الزعيم على أبن صالح وهو مؤسس المؤتمر الشعبي العام الذكرة السابع والثلاثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أعتبرها ذكرة ميلادي وطن لأن المؤتمر ولد من أم اسمها اليمن وأب اسمه الوطن وأم أنجبت فرسانه فوق الخيول لتحقيق أهداف الثورات اليمنية السبتمبرية والإكتوبرية والنوفمبرية وأقول أنا للمؤتمر أحيان اسمة ونداء وفي عينيه أبحر بالمدى أبدا لكل رجاله أهدي تحياتي وللإقدام منهم أنا أمجيدا أي مؤتمر خذ شراء ينتظي الأمواق خذ شعر الذي يجد سناه بصدرك المواق إليك وفاء محبتنا فأنت الروح والمأوى وأنت شمخنا الأسماء ضع مكدك على هامتنا على الكلمات والمعنى جرائم متلاحقة ترتكبها ميليشيات الحوثي في الحديدة وريفها غير مكترثة لكل مساعي السلام المبذولة على المستوى المحلي والدولي ومستغلة تغاضي المبعوث الأممي وفريقه على خلوقات وانتهاكات الحوثيين للموارسات مزيد من الغي ودفع الأوضاع في الحديدة نحو الحرب التي لا تعيش هذه الجماعة إلا في ظلها في حين لا تزال القوات المشتركة تلتزم أقصى درجات ضبط النفس سعيا منها لتحقيق السلام الذي يضمن حماية المدنيين كثفت ميليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية وشنت عمليات الاستهداف واسع على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة إعلام القوات المشتركة أكد أن الميليشيات المدعومة من إيران وفي سياق انتهاكها لوقف إطلاق النار استهدفت من إيران أسلحتها مواقع القوات المشتركة بمديرات حيث شرق مدينة الحديدة وواصلت ميليشيات الحوثي إطلاق نيران رشاشاتها على مواقع متفرقة للقوات المشتركة شمال المديرية بشكل هستيري ومنذ دخول اتفاق ستوكولم حيث التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تواصل ميليشيات الحوثي خرق وقف إطلاق النار بتصعيد هاجماتها وتنفيذ قصف متواصل على المناطق الآهلة بالسكان وعلى مواقع القوات المشتركة في مديريات حيث والتحيثة والدريهمي في مسعى منها لنسب اتفاق السويد وتتواصل جرائم ميليشيات الحوثي في الحديدة بشكل يومي في حيث والتحيثة ينالها النصيب الأكبر من الجرائم والانتهاكات في ظل صمت المبعوث الأممي إلى اليمن وأيضا فريقها عن تلك الجرائم حيث ترزح تحت وطأة مقذوفات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي صبت جام حقدها على رؤوس المواطنين فقد اخترقت قذيفة حوثية سقف منزل المواطن علي شوعي الواقع في حي ربع الحضرمي صور المنزل من الداخل والخارج أكدت أن الجرم الحوثي مع سبق الإصرار والترصد من خلال استهداف المواطنين الآمنين لكن الأنكى من ذلك هو الصمت المطبق للأمم المتحدة خمسة أيام وحيث تقصف من قبل ميليشيا الحوثي وغياب الأمم المتحدة يعني موجود وحيث يوميا تقصف والأطفال والنساء ولا المنازل يعني أصبح نمشي الرديم من حيس لا ندري في نروح كل شيء في مديرية حيس جنوب الحديدة بات هدفا لنيران عناصر الحوثي الإجرامية ولا يملك المواطنون أمام هذا العطوة سواء يجأروا بالدعاء إلى الله أن يصرف عنهم شر الميليشيات المتواصلة الحديث عن تحقيق تقدم ملموس في الساحل الغربية أسطوانة مشروخة رددها جريفث من خلال إحاطة أمام مجلس الأمن قبل بضعة أيام لكن حقيقة ما يجري على الأرض تؤكد بأن الميليشيات ماضية في انتهاكاتها ضد المدنيين دون هوادة وتزداد واتيرتها كلما خرج جريفث على اليمنيين بإحاطة حتى أصبح نذير شؤم على الكثير في ظل سياسة غض الطرف عن صلف وخروقات الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد وكل اتفاقيات السلام أسقطت القوات المشتركة طائرة حوثية مسيرة جنوبية الحديدة مصر عسكري أكد أن أبطال القوات المشتركة رصدوا طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أثناء تحليقها شمال مديرية حيس وتمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المشتركة من إسقاطها وكثفت الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة من استخدام الطيران المسير في محاولة منها لاستهداف مواقع القوات المشتركة غير أن يقضت أبطال القوات المشتركة حالت دون نجاحها في ذلك وتم إسقاط عدد منها في وقت سابق بمناطق متفرقة من الحديدة وفي الضالح حاصرت ميليشيات الحوثي منزل أحد المواطنين في منطقة الضوران بمديرية الحشاء وفاد مرسلنا نقلا عن شهود عيان أن ميليشيات الحوثي الإرهابية حاصرت بعدد من الأطقم منزل المواطن محمد أحمد الخليدي بذريعة البحث عن نجله عبد العزيز الذي قالت الميليشيات إنه كان في الحدود السعودية قبل أن يعود إلى منزله في الضالح ورفض أقالب الخليدي الاستجابة لمطالب الحوثيين الذين أطلقوا تهديداتهم بتفجير المنزل في حال عدم تنفيذ مطالبهم باعتقال والد وشقيق عبد العزيز الخليدي أيضا شهدت جبهة حجر بالضالة عشتباكات وإطلاق نار متبادل بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة المشاريح وفاد مرسلنا في الضالة عن ميليشيات الحوثي المتمركزة في مواقع شمخان بمنطقة بتار قصفت قرية المشاريح وما جاورها بشكل عشوائي بقذائف الهون فيما تكبدت الميليشيات خلال المواجهات خسائر في الأرواح والعتاد وشهدت جبهة الزبيريات سليم غرب قضبة مواجهات ضارية مع الميليشيات عقبة محاولتها التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة أيضا تمكنت مدفعية ودبابات اللواء ثلاثين مدرع من قصف عدة مواقع وأيضا تجمعات الميليشيات باتجاه مناطق سليم والفاخر مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوفها الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل ميليشيات الحزي تتنصت على مكالمات المواطنين في ظل تذمر شعبي واسع إن المؤتمر الشعبي هو ذلك التنظيم الشعبي الديمقراطي الذي أستلها مائرات الجماهير الشعب اليمني في الرابع والعشرين من أفضل لا معولا للهد أو المكايدة أو الابتزاز السياسي الديمقراطية هي الخيار الوحيد لنا وهو النهج والسلوك الحضاري في عاصلنا هذا الديمقراطية السلوك الديمقراطية أخلاك الديمقراطية بناء لا حد ولا ابتزاز سنستمر في نضالنا الدعو للحفاظ على النهج الديمقراطي التعددي أطلقت قناة اليمن اليوم موقعها الإخباري من جديد بعد أكثر من عام على إغلاقه من قبل ميليشيات الحوثي بين انتفاضة الثاني من ديسمبر بعد أكثر من عام وثمانية أشهر على إغلاقه من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية تطلق قناة اليمن اليوم موقعها الإخباري على شبكة الانترنز من جديد ليكون إضافة أعلامية نوعية في ظل التنافس الإعلامي الكبير على صاحة المحلية والعربية وتزامنا مع الاحتفال بالذكر السابع والثاثين لتأسيس المؤتمر الشحبي العام ينطلق الموقع في هذه الأثناء بحلة جديدة ليقدم خدمة إخبارية على مدار الساعة للأحداث الدائرة في اليمن بشكل عام ومركز إضافة إلى الاهتمام بالشأن العرضي والدولي من خلال النوافذ المتعددة والخدمات الإخبارية الآنية بالتقرير والتحليل ونقل الأحداث من موقعها عبر شبكة مراسلين منتجرة على امتداد الوطن ومتابعة كل جديد والتواصل مع المعنيين والمختصين نأمل أن يشكل انطلاق موقع قناة اليمن اليوم رافدا كبيرا للقارئ العربي باعتباره إضافة نوعية للإعلام المؤتمر بشكل خاص والإعلام الوطني بشكل عام ومن محاسن الصدف والجميل في الموضوع أنه يأتي متزامنا مع مناسبة عزيزة وغالية علينا جميعا وهي الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن يمني كون مؤسسها هو الزعيم القائد الرمز الشهيد علي عبدالله صالح الذي كان ولا يزال وسيظل حيا بيننا بقيمه ومبادئه فعلى دربه ماضون وعلى نهجه أيضا سائرون الموقع الجديد صمم بطريقة احترافية وتم ربطه بمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليجرام إلى جانب خدمة البث المباشر لتسهيل متابعة بث القناة عبر الهاتف ومن أي مكان سيسهم الموقع إلى جانب جميع وسائل الإعلام الوطنية بالجمهورية في استعادة الوطن من قبضة ميليشيات الحوظية والحفاظ على الثورة والجمهورية ومكاسبها الوطنية نزحت عشرات الأسر إلى إحدى المخيمات في منطقة التربة نتيجة الحملة العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحشد الأخواني على مناطق البيرين والكدحة بمديرة المعافر في تعز لا يقتصر إجرام الميليشيات على القتل والتشريد وتجويع الناس بل تعد ذلك إلى التضييق على المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ليمارس ما يسمى بالأمن الوقائي يتابع للجماعة عمليات التنصت على مكالمات المواطنين في صنعاوة بشكل غير مسبوق الحوثي وزع جهزة التنصت على عناصره في المديريات والحارات السكنية مهمتها التنصت على المكالمات على خلفية تقارير بتنامي حالة التدمر في أوساط المواطنين من ممارسات الميليشيات على مستوى حارات وأحياء أمانة العاصمة في خطوة تسعى من خلالها الميليشيات لفرض السيطرة على المواطنين وتضييق الخناق عليهم ميليشيات الحوثي استغلت إمكانيات الدولة ومؤسساتها منذ دخولها صنعاوة وخصوصا وزارة الاتصالات والاجهزة الأمنية في فرض الرقابة غير القانونية والتنصت على خصومها ومعارضيها وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطافات والإخفاء القصري بناء على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية مراقبون اعتبروا عمليات التنصت خطوة ليست بالجدية على الميليشيات وليس بغريب على جماعة خرجت من الكهوف ووصلت إلى الدولة بقوة السلاح لتتخذ الميليشيات من هذه الخطوة فرصة لتصفية حصابات شخصية وتلفيق تهم بالخيانة فيما يستغل آخرون عمليات التنصت لابتزاز المواطنين إذن كان هذا تقريرنا حول التنصت والموارسات الحوثية التي تمارسها على المواطنين نعود إلى تعز حيث نزحت عشرات الأسار إلى أحدى المخيمات في منطقة التربة وذلك نتيجة الحملة العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحشد الأخوانية نزوح يتكرر من منطقة إلى أخرى هربا من فكي كماشة ميليشيات الحوثي والحشد الإخواني في محافظة تعز الكدحا ومن ثم البيرين محطات توقف فيها النازحون قبل أن يستقر بهم المقام في نهاية المطاف في هذا المخيم الواقع بمنطقة التربة بفعل الحملة العسكرية التي شنتها ميليشيات الحشد الإخواني على عدد من المناطق التابعة لمديرية المعافر بمحافظة تعز مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ليجد هؤلاء البسطة في هذه الفلات ملاذا آمنا حتى اللحظة نزحنا من الكدحا إلى البيرين والضررين الآن بعد مدة سنتين وخرجنا من هناك بكلف من الضرب لفوقنا بهزرات والمدافع والرصاص إلى المنصرة والآن الحمد لله نحن في أمان الأسر هذه قطعت عشرات الكيلومترات وصولا إلى هذا المخيم ما جعل هذا المسن يركن إلى الدعاة ويلتقط أنفاسه في الوقت الذي يتجمع الآخرون حول إحدى المركبات للحصول على جزئهم المقسوم من فتاة المنظمات الإغاثية وعمل كسرة خبز تسد جوعهم نحن قارسين بداخل محاولات مدرية البيرين وسبب الحرب والمشاكل خرقوا الإصلاح من داخل تعيز إلى البيرين ويقصفوا علينا نحن إنسان مواطنين نازحين من مدرية الكدحة نحن مواطنون ضحية نازحون من الكدحة إلى البيرين كنا في منطقة البيرين حصل اشتباكات في منطقة البيرين فقمنا بنزوح نحن وهي الأهالينا إلى منطقة اسمي العزاعز التربة المخيم الذي ما زال في طور الإنشاء يحتاج إلى دعم مستمر من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لإبقاء هؤلاء النازحين على قيد الحياة ولكن الأولى من ذلك وفق مراقبين وقف صلف ميليشيات الحشد الإخواني الوجه الآخر لميليشيات الحوثي والتان تسببت في رفع سقف أعداد النازحين في عموم محافظات الجمهورية إلى أربعة ملايين نازح يعيشون ظروفا إنسانية صعبة ويأملون العودة إلى منازلهم في القريب العاجل وما زلنا في تعز حيث طالب عدد من المواطنين في مديرة القاهرة بتعز الجهات المعنية في الحكومة والمنظمة المحلية والدولية أيضا بالتدخل لتوفير الحماية لأصحاب البشرة السمراء ووقف جميع الممارسات القمعية وغير القانونية ضدهم لم تخرج هذه الحشود رغبة في الاستعراض أو بحثا عن تغطيات إعلامية بل خرجت للمطالبة بالقصاص من قتلة جريح منها أجهزت عليه في بيت من بيوت الله في قرية السامقة بمديرية القاهرة محافظة تعز الشيخ عبد الحكيم كان إعدامه أنه تكون في معركة في ساقه في أحد ساقه الساقة الرجل وعندما تكون أخذوه أو لقى إلى المسجد ولحقوه إلى المسجد فأكملوا قتله في داخل المسجد هذا ما وصلنا من بعض الإخوة ميليشيات حزب الإصلاح أو الميليشيات الدموية كما وصفتها هذه الحشود التي طالبت الجهة المعنية بالتدخل الفوري لحماية ذو البشرة السمراء ووقف الممارسات القمعية التي تمارسها ميليشيات الأخوان بهدف السيطرة والاستحواذ على تعز تعرضنا لقاتل وسواء قذائف قنابل من قبل وتحاصرنا أصحابنا وأهلنا وأخواننا بداخل قرية السامقة من قبل ما يسموه الحزب هذا حزب الإصلاح الدموية القاتل الذي قتل رئيس أحفاد تكتل بلال في اليمن في محافظة تعز والقاعد الذي ناضل من 2006 وهو يحارب وهو يقاتل هذه الميليشيات المسمعين بالانقلابيين الحوثة واليوم الذي قتل على أيدي من يقاتل الحوثة وأولئك هم الذين يدعوا أنهم شرعية ويقاتلوا الحوثة لا شاهد الداحة القاتل لازم يسمع الإخوان المسلمون كعادتهم ينجحون في استغلال حاجة ومعاناة البسطاء للمتجرة بها في السلم والحرب على حد سواء فهي اليوم تنتقم من فئة بسيطة من أبناء المدينة دون مراعاة لمشاركتهم هدف مواجهة ميليشيات الحوثي وحماية المدينة بهذا الخبر اختتمنى تفاصيل هذه النشرة أعود وأذكر بأبرز العنوين المؤتمر الشعبي العام جسد مبدأ التداول السلمي للسلطة ومثلا مضلطا لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ميليشيات الحوثي تضعف خروقاتها في الحديدة مستغلة تغاضي الأمم والصمت الدولي تجدد المعارف الضالة والقوات المشتركات تكبد الميليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة يمكنكم أيضا متابعة البث الحي لقناة اليمن اليوم عبر موقع الأكتروني الظاهر على الشاشة ومنصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وتليجرام ويوتيوب تقبلوا خاصة حياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة